لا أقول ندوة انتقالية بقدر ما أقول هي ندوة أو منتدى تأسيسي لأنه سيؤسس لمرحلة مستقبلية مهمة الجميع يشترك جميع الدول المصدرة للغاز معنية بها ومرتبطة بحسابتها ولا يمكن لأي طرف أن يبقى بعيدا عن هذه الرهانات والتحديات اللي قلت تعزز من مفهوم المنفع المتبادلة والمصلحة المشتركة والدول المصدرة للغاز في مواجهة تزايد الطلب والحاجة الماسة لهذه المورد الحيوي في ظل تعقيدات وتشابكات سياسية واختصادية وأزمات تضارب مصالح لأنه أيضا بالنسبة والقمة التأم هناك من ربما يسعى للتأثير على توجهات أو على الأقل على الصورة العامة لاجتماع هذه الدول لماذا؟ الحسابات اقتصادية منفعية لكن أعتقد أن الدول المجتمعة تعي جيدا هذه الحسابات وتدرك وتحسين قراءة المعطيات المرتبطة بهذا السوق ومختلف الفواعل والمجموعات لأنه نقدر نقول أنه هناك ملامح لاتجاه نحو خلق مجموعة موازية لكن أعتقد أن الحديث على ما تتمتع به دول المنتدى المصدرة للغاز بما توتيحه هي تحتضن 70% من احتياجات السوق أو من احتياطات العالمية تغطي ربما نسبة 50% مساهمات صحيح أنها متفاوتة لكن دورها ثابت ومؤسس وحضورها قوي وأعتقد أنه يمكنها في المستقبل القريب المتوسط أن تؤدي أدوار مهمة جدا في إدارة وصناعة القرار المرتبط بسوق الطاقة أو الأمن الطاقوي